كلمة الصافات تجد الألف الأولى مفخمة والألف الثانية مرققة فما هو التفخيم؟ وما هو الترقيق؟ وما وضع اللسان عند نطق الحرف مفخمة؟ وما وضع اللسان عند نطق الحرف المرققة؟ كثير من الناس يفخم الحروف المرققة وأحياناً يرقق الحروف المفخمة فما هو التفخيم؟ وما وضع اللسان عند نطق الحرف مفخمة؟ وهل هناك فرق بين لفظ التفخيم والتسمين والتغليط أم كلها ألفاظ مترادفة كل هذا سنعرفه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى والتفخيم تعريف التفخيم لغة بمعنى التسمين واستلاحا سمن يدخل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدى الحرف ويرتفع اللسان إلى أعلى الفم يبقى وضع اللسان عند نطق الحرف مفخما أن اللسان يكون مستعلي ولذلك سمى الحروف المفخمة حروف مستعلية لأن اللسان يرتفع فيها إلى أعلى الفم وعند الترقيق ينخفض اللسان إلى قاع الفم أما بالنسبة للترقيق فهو بمعنى التنحيف واستلاحا نحافة أو نحول يدخل على صوت الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى الحرف إذن الحرف المفخم يمتلئ الفم به أما الحرف المراقق لا يمتلئ الفم به وعلى كل حال فالحروف الهجائية تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم مفخم دائما وحروف مراققة دائما وحروف فيها الخلاف بين الترقيق والتفخيم الحروف المفخمة دائما هي حروف الاستعلاء وهي مجموعة في جملة خص ضغط قذ الحروف المفخمة خص ضغط قذ هذه الحروف مفخمة دائما وقعت في أول الكلمة وقعت في وسط الكلمة وقعت في آخر الكلمة وقع بعدها كسر وقع قبلها ضم بأي حل من الأحوال هذه الحروف مفخمة دائما لكن هذه الحروف منها ما هو قوي جدا في التفخيم ومنها ما هو ضعيف بعض الشيء فأقوى الحروف المفخمة هي حروف الإطواق وهي الصاد والضاد والضاء هذه الحروف أقوى الحروف عند التفخيم وذلك سمع الحروف الحروف المطبقة أيضا التفخيم له مراتب التفخيم ليس كله في منزلة واحدة إنما فيه مراتب وفيه خمس درجات بالنسبة للتفخيم المرتبة الأولى المفتوح وبعده ألف مثل كلمة طائعين قال المرتبة الثانية المفتوح وليس بعده ألف مثل صبر صلصال المرتبة الثالثة الساكن مثل اقرأ فاقضي المرتبة الرابعة المضموم مثل فضوريبا المرتبة الأخيرة المكسور مثل قيل خيانة وهكذا القسم الثاني من حروف الهجاء وهو الحروف المرققة دائما وهي باقي الحروف بعد حروف الاستعلام أو بعد جملة خص صدق تنقذ تطلع خص صدق تنقذ مع دزالك حروف مرققة دائما يستسنى من هذه الحروف المرققة ثلاثة أحرف الألف واللام والرأ يبقى حروف المرققة جميع الحروف بعد حروف خص صدق تنقذ هذه الحروف المرققة يستسنى منها ثلاثة أحرف الألف واللام والرأ الراء نتحدث الآن عن الألف واللام والراء سنفرد لها درسا مستقلا لأن فيها كلام كثير بالنسبة للألف الألف ديدي تابعة لما قبلها فإن كان ما قبل الألف حرف من حروف اللي احنا زكرناهم خص صدق تنقذ فخمت الألف وإن كان غيرها خص صدق تنقذ رققت الألف إذا الألف ليس لها مهية إنما هي تابعة إن وجدت الحرف اللي قبلها مفخم فخمت وإن كان الذي قبلها مرقق رقيقت كلمة الصاف فتجد الألف التي قبلها الصاد مفخمة الصاء صاء أما التانية فات فتجد الألف الأخرى مرقق لأن ذي قبلها صاد مفخمة فتبعت الصاد المفخمة في التفخيم وذي قبلها ف مرققة فتبعت الف في الترقيق ومثل قال كتاب مرقب السماء مرقب وهكذا الحرف الثاني المستثنى حرف اللام واللام الأصل فيها أنها مرققة في جميع أحوالها إلا في لام لفظ الجلالة فقط يبقى اللام ليست على العموم إنما اللام تختص إذا وردت في لام لفظ الجلالة وفي لام لفظ الجلالة إما أن تراقق وإما أن تفخم طيب متى تراقق في لفظ الجلالة تراقق في لام لفظ الجلالة إذا سبقت بكسر مثل لله ملك السماوات أفي الله شق بسم الله الرحمن الرحيم فتقد الراء اللام سبقت بكسر وبالتالي اللام مرققة تقول بسم الله أفي الله لله طيب اللام متى تفخم تفخم اللام إذا سبقت بفتح مثل تالله قالوا تالله تفتأ تذكر أو سبقت بضم مثل عبد الله أو عبد الله اللهم وهكذا إذن عندنا اللام تفخم إذا سبقت بفتح أو بضم وترقق إذا سبقت بكسر كما قال الناظم وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وبكذا يبقى خلصنا التفخيم والترقيق وفي الدرس القادم نتحدث عن الرأي بالتفصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته